و اهلان و مساء الخير بنات جبت لكم هذا اللوك كان تقريبا من اخر لايف سويته في التيك توك طبعا بدأت هنا بالحواجب بدأت على طول الشعرات تمام اللي قاعدة اشتغل منه اللي هو البودرة اللي فوق في الفيديو بودرة سنسي و اخذ اللون الغامج اللي هو في طرف الحاجب و اللون الفاتح يكون في مقدمة الحاجب طبعا تعمدت المرة هذي انه يكون كله شعرات خلاص يعني ما رسمت تخطوط بعد كده مسكت القلم هذا اللي هو منشي قلام لون طوبي و ارجع اذكر بنات هذا القلم لونه فاتح يعني كده على بني محمر فلو انت حواجبك من النوع الغامج او بشرتك انت غامج ما ينفعك هذا اللون فجيبه دايما اللون يكون مناسب للون البشرة تمام بعد كده بدأت بقلم روج عادي لونه رصاصي وحطيته كقاعدة كريمية بعد كده اخدت اللون هذا وحطيته فوق القاعدة الكريمية اللي انا حطيتها وطبعا مثل ما انتم ملاحظين مرة هنا يصير معاك اللون واضح بعد كده بنات ابدأ بالطبطبة فوق اللي هو القاعدة الكريمية وكل شوي ارتفع عن يعني اللي حطيته اول كل شوي ارتفع بس شي مرة بسيط تمام لما اوصل للمرحلة اللي خلاص انا ابغى اوقف لها يعني اجيب هنا اخدت بنات لون غامق تكا واللون الفاتح تكا ثانية يعني عشان ايش يطلع معي لون اخف من اللون اللي تحت تمام وهنا اخدت بنسل براش وبدأت ادمج بشكل دائري او حركة دائرية على احفاف اللون الغامق طبعا بنات ما ااخد مرة ثانية في الفرشة يعني خلاص اكتفي هو كل شوي يطلع معايا لون من نفس اللون اللي هو الحواف الغامق فاهمتو فيبان ايش انه معايا تدريج مرة خفيف واستمر طبعا لغاية ما اوصل للمكان او للحجم اللي انا ابغى او للشكل اللي انا ابيه طبعا بنات مرة مهم انه ما يبان معايا خاصة في السموكي حدود للون عشان كده اتم رايحة راجعة لو تلاحظوا عند حد اللون الغامق لما احس فعلا انه خلاص انا ماني قادر اعرف وين انا مين وانتو فين لا مصح لما اتم ماني عارفة يعني وين حدود اللي بدأت فيها اللون الغامق وين الحدود اللي انتهى فيها فاهمتو هذه الزبدة من الدمج هنا اخدت لون اضاءة له من نفس البلد حطيتها في مقدمة العين عند الزاوية بعد كده فكرنا ان احنا نسويه شوية فيه غليتر فحطيت منه لون هذا الرصاصي كده في اصبعي فوق هو لون بنات شمري كده في لمعة حطيت منه باصبعي فوق المكان الغامق او فوق السموك الغامق بعد كده جبت الهو الريشة الرسم هذه ودائما تسألوني عنها هي ريشة للرسم على الاضافر اصلا انا استخدمها للاي لينر مرة تعطيني حدة في يعني مرة رقيقة ارق مني لا من جديد مرة نحيف اوكي سويت اي لينر عادي طبعا لو انت عيونك ما هي مبطنة اشتحي بالاي لينر بيكون معاك مرة حلو رسمت كمان بوزة ورسمت خط مرة نحيف فوق خط الرموش لو انت عيونك مبطنة انا ما افضل انكم ترسموا فوق خط الرموش ابدا تمام طبعا واتأكد تماما من اللي هو الرسمة انها تكون مرة بنات حلوة وما فيها تعرجات لو انت من النوع اللي يدك ترجف ارسموا بالاي شادو انا بس سويته هنا باللاينار حسب طلب البنات خلاص هنا رجعت سويت البوزة كمان اكدت عليها من تحت ودائما بنات البوزة تكون فوق حدود اللي هو خطر موشك بعدا حطيت نفس اللون تحت وهذا هو اللوك ودمتم بخير